أهل السلطة ببلدنا وينما يكونوا بالحكومة وراء الحكومة بالمعارضة أو بالاختراع بيسموه حكومة وفاق وطني برهلوا للناس والتاريخ قديش بيكرهوا لبنان كره كل الوطن شفناه قدام عيوننا عم يخترق مظاهرات الشعب المغلوب على أمره لا يحرق ويكسر أملاك البلد والناس مثل ما عودتونا بتاريقهم الطويل لما سبقوا دمرتوا لبنان كل ما إنسان موجوع من بلدنا طالب بحقه ومن حقوقه رجعتوا تحكولنا عن مؤامرات مؤامرات ضد مين؟ ضدكم؟ حدا من هالشعب المنهوب من أبسط حقوقه من جنة عمره قادر يتآمر عليكم؟ أكيد لا ملتوله حكومة دعيتوا إنه جاي تحارب الفساد تحارب الفساد لليوم ما قلعت لا قادر تضبط لحدود ولا توقف التهريب كل المواد الحيوية المدعومة من مال الشعب من طحين ومزوت وعملة صعبة صارت أرباحها مال حلال لعصابات التهريب وكلفتها على الشعب اللبناني كله ولا قادر تضبط غلى المواد الغذائية ما قادرت تكشف عن فاسد واحد ما جربت توقف لعبة المحاصصة بالتعينات وما لاقت حلول الكهرباء لاستقلالية القضاء للالتفاف على المناقصات والأهم لليوم بعدها مش قادرة ترد السقة بالليرة وتوقف جنود الدولار والعملات الصعبة حكومة جاية حارب الفساد بدل ما تعترف بعزها فهمتنا أنه في مؤامرة عليها لتشيل الحمل عن ظهرها ما حدا قال هالحكومة سببت كل الفساد أو مسؤولة عن أسباب تدهور العملة الوطنية بس هالحكومة حملت حالة مسؤولية ما طلعت أدها لابل تخلت عن صلاحياتها وتركت نقابة الصرفين تتجاوز دورها المتعلق بالحقوق النقابية وتمارس دور الحكومة بالتعاطي مع المواطنين اليوم نقابة الصرفين هي اللي بتحدد كم مرة فيك تسافر بالسنة كم دولار فيك تصرف من مصرياتك بالشهر متن ما هالحكومة سبق واتكلت على تعاميم صادر عن حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف والنتيجة صرنا البلد الوحيد بالعالم يالي الدولار في عنده عدة أسعار ب1515 ليرة حسب البنك المركزي 3850 إذا حسابنا بالدولار وبالسوق السوداء اليوم ب8000 وقريبا يمكن يكون يزيد عن 10000 ويالي بيتخلى عن صلاحياته مرة بيتخلى كل مرة هيك فلتت من إيد الحكومة مسائل كتيرة يمكن أبرزها اليوم اللغة الناتج عن قرار قضائي بيتناول سفيرة أمريكا في لبنان لو لقياب الحكم وأدواته عن المواضيع الحساسي ما كان قادل عجلة بيتجاوز حدود سلطة القضائية مع حرية الإعلام وبيسمح لحاله يتجاوز وزارة الخارجية ويصدر قانون بيستهدف سفيري دولة عزمة مثل الولايات المتحدة بهالظروف الصعبة نحن وراكدين نطلب من الدول العالم من الجهات المانحة تساعدنا نقوم من هالشدة حكومة بتحترم حالها وبتهتم بمصلحة وطننا بدل ما تستدعي سفيرة أمريكا بهالظرف أشرف له تعلن حالة طوارئ اقتصادية وتقوم واجبها الأبدا والأهم بين الفئر والخوف والقلق على المصير والخسائق الكبيرة اللي عم تنزل ع بلدنا يوم بعد يوم وقدام تفريط الحكومة بصلاحياتها وتخليها عن دورة تنفيذة وقدام عزة عن الإصلاح الموعود بقالنا نقول يا أهل السلطة ببلدنا عبرتوا عن مشاعركن عملتوا اللي عملتوا ببلدكن وصار الوقت لتفلوا كلكم ما زال وصلتونا لمطرح إذا ما طلبنا من الله يسامحكن يمكن الله ما يسامحنا على هالطلب